في الجبهة الأقرب إلى مركز سلطة الميليشيا تدور معارك عنيفة خارج سياق التحركات السياسية الرامية لإغلاق الملف اليمني في صعدها المقر الأول الميليشيا الحوثي ومعقالها الرئيسي تتقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإن كان ببطء شديد إلا أنه تقدم مستمر منذ بداية فتح هذه الجبهة قبل أشهر قريبة خلال اليومين الماضيين سيطرت قوات الجيش والمقاومة على عدد من المواقع التابعة للميليشيا وبحسب قائد محور صعدها العميد عبيد الأثلا فإن وحدات الجيش تمكنت من دحر الحوثيين من مناطق واسعة مؤكدا عزم قواته على مواصلة التقدم حتى إسقاط سلطة الميليشيا وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على عدة مواقع منها مثلات الجوف ومنطقة مندبة التابعة لمديرية باقم فيما كانت طائرات التحالف تشن غارات عنيفة على عدد من مواقع الميليشيا في عموم المحافظة وذكرت مصادر محلية أن طائرات التحالف قامت بتنفيذ ما يقارب 15 غارة على مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديريات باقم وساقين وكتاف